لماذا سميت الرقى بالعزائم يا شيخ صالح؟ نعم هذا اسمها الشرعي هذا اسمها الشرعي هنا بالنسبة للاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة حبذا لو بينتم ذلك يا شيخ؟ أن يقرأ القرآن على المريض مباشرة وينفث عليه هذا هو الأصل هذه هي الرقى الأصلية وكذلك إذا قرأ بماء إذا قرأ بماء وشربه المريض فذلك أيضا من الرقى الشرعية بالقرآن نعم شكرا